اليوم جينا بتطبيق جديد والتطبيق ده احتمال يفتش عنه ناس كتير واحتمال يكون في ناس اللي يقوموا بالتطبيق لكن جميل بيساعدك في فسط الأغاني أو آلات الموسيقية عن الصوت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونرحبت بالمشتركين معنا في الغنات جودات وبالقدام برضو اهلا بميكم وان شاء الله طيبين الليه طبعا جيبت لك بتطبيق اسمه موسيس موجود طبعا على متجر جوجل بلاي كويس والتطبيق ده بيساعدك في فصل صوت الغنية عن الآلات بتاعته وحيوضح لك الآلات التي تمكن تفصيلها طبعا نمشي بسرعة عشان فيما بعد الناس يحبوا الكلام الكثير التطبيق ده جميل وظريف ونحاوريك كيف تفصل الكلام ده طبعا اول حاجة التطبيق بيحتاج انترنت عشان تكون عارف لانه هيتحمل معاك الغنية وبعد ما تتحمل معاك هتيجي تنزيلها تاني اول حاجة هتفتح التطبيق هيتطلب منك حسابك في جوجل او تتسجيل اي حساب عندك تمام هيتصهر معاك الغنية الموجودة الاسفل دي اللي هي كلها فوق العلامة بتاعته تحميل الغنية الفوق دي انا حملتها من هنا بدي اختار التطبيق بعد كده طبعا اقول لك اتصال بالانترنت انا واتصل بالانترنت تمام نفتح الانترنت عشان نكون الموضوع عملي حبة طبعا انا في غرية حملتها طوالة عشان ما تاخد معانا زمان من هنا هتعمل يا من المتجر او عندك ملف او اي حيتعمل ليه استيراد من الهاتف كويس او تحميل من فوق كويس وبعد كده حيقوم يتحمل معاك وهيقوم انزل معاك هنا في شكل كم ملف تمام بعد ما انزل معاك ركز معي يعني حيتحمل على الانترنت اول حاجة وبعد ما يتحمل حينزل تاني عشان يجيك بالتفاصيل حيجيك بالشكل ده كويس تمام كويس هنا حيتشكل لاحظ معي هنا اول حاجة عندك الصوت هنا عندك الالب طاعة الالات لاحظ التابل عندك هنا المزمار عندك هنا الموسيغة اي حاجة انت ما دايرة ممكن تعمل لاشنو كده انت سحبت كل الالات اللي عندك تعمل تصدير مع ناظر تحفظ وين تمام دايرة الصوت ما دايرو دايرة الموسيغة بس تفتح صوت الالة كويس الانت دايرو وتعمل برضو شنو تصدير يعني ممكن يا تاخد الموسيغة من غير صوت او تاخد الصوت من غير موسيغة وضحت الفكرة كويس هنا طبعا التطبيق فوقو نسخة بريميا كويس فوقو تعديلات تانية لو حاب العديل لكن دا تطبيق بشكل مبسط جدا انك تقدر تفصل الصوت عن الالات الموسيغية في ناس كثيرين بيحتاجوا تطبيق دا طبعا ان تطبيق دا بيحتاج انترنت وضحت الفكرة كده انا خلصت كلامي كويس وكالعادة ما تنسى الاشتراك في الغنى كويس واللايك الجميل بتاعك كويس ولو في زول محتاج التطبيق ممكن تعمله وشير في مواقع التواصل الاجتماعية وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته